نشاهد معا مشاهدين الكرام هذه الصورة لرئيس هيئة الأركان للجيش الأفغاني السابق الذي كان تحت إمرت الاحتلال الأمريكي وقاتل شعبه الشعب الأفغاني بسلاح أمريكي لمدة عشرين عاما هذا هو رئيس هيئة الأركان للجيش الأفغاني الآن هو يجلس على الأرض في مأوى للاجئين بالولايات المتحدة الأمريكية هكذا هو من خان شعبه الحقيقة وخان وطنه الآن يجلس لاجئا لا حول له ولا قوة مفترشا الأرض بهذه الطريقة وفي مأوى للاجئين في الولايات المتحدة الأمريكية ننتقل إلى صورة أخرى لأحدهم أيضا هو جالس ولكن جلست عز وفخر هذا رئيس الجوازات بوزارة الداخلية لأفغانستان وسط الناس خرج من مكتبه وجلس بين الناس ليكمل عمله ليسهل على الناس الوصول إليه الحقيقة فرق كبير بين جلسة الذل والمهانة لرجل خدم الاحتلال وقاتل شعبه وبين رجل جلس بين الناس خدمة لهم وتسهيلا لمصالحهم تلك جلسة عار أما هذه الأخيرة فهي جلسة عز وفخر وفخر